من جانبه شكك النائب مصطفى سند بصحة تعرض المتهم بسرقة القرن نور زهير لحادث سير مؤلم في بيروت وقال سند في تدوينة له أرفقها بصورة تضطر تعرض زهير لحادث سير قائلا هل المخادع يخترع قصة لعدم مثوله أمام المحكمة؟ وكان نور زهير اتهم سند بابتزازه للحصول على منزل بمساحة 1200 متر في منطقة شارع الأميرات وسط العاصمة بغداد والأخير نفى هذه التهم وأكدا أنه سيبقى وراء نور زهير حتى محاكمته واسترداد أموال الشعب التي سرقها من الأمانات الضريبية